قبل مشاهدتك لهذا الفيديو لا تنسى دعم القناة ولو باشتراك لتشجيعنا على تقديم المزيد من الحلقات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في حلقة جديدة على قناتكم عن تاك اليوم سأقدم نصائح لكل من يريد اقتناء هاتف جديد وسأضع أيضا لكم رابط لموقع يعني يعطيك جميع المواصفات لهاتف ما لكن قبل ذلك ادعوك للاشتراك في قناتي لانني اريد الوصول الى عشر الاف مشترك ان شاء الله قبل نهاية هذا الشهر المبارك فلا تنسى دعمي ونبدأ على بركة الله بعد هذا الفاصل اول شيء يجب التعرف عليه هو المواصفات التقنية اولها المعالج فمن المفضل ان يكون المعالج من نوع كوالكم سناب دراجون لكن اغلب الهواتف التي تحتوي على هذا النوع من المعالجات نجدها بسعر مرتفع جدا لذا انصح ايضا بمعالجات الميديا تاك التي هي بتردد عالي يعني اكثر من 1.5 جيجا هرت وايضا ان يكون المعالج ثماني نواة فالامر هنا يتعلق بالسعر وايضا الرامات فيجب ان تكون الرامة قوية يعني 2 جيجا او اكثر ولكن لا تخدعك الرامة الكبيرة اذا كان المعالج ضعيف فيجب ان تكون الرامة متوافقة مع المعالج ايضا اضافة الى هذا مساحة التخزين التي هي من المفضل ان تكون 16 جيجا او اكثر لان التطبيقات الجديدة والالعاب اصبحت تحت المساحة كبيرة جدا من مساحة التخزين اضافة الى الشاشة فيجب عليك تفادي الهواتف التي تحمل شاشات دي اف دي فانها ضعيفة جدا ومن المفضل اختيار الهواتف التي تحمل شاشات من نوع اي بياس او امولاد حسب مالك وايضا يجب ان تكون الشاشة بدقة الاش دي او اعلى يعني 1280 ضرب 720 بيكسل او اكثر يعني المهم ان تكون اش دي او فول اش دي او اكثر انت تختار ما يناسبك والان ننتقل من المواصفات التقنية الى الكاميرا فالكاميرا تعتبر من اهم الاجزاء في الهاتف فليجب عليك مقارنة الهواتف بالنظر الى الميجا بيكسل فيجب مقارنة حجم البيكسل الواحد وفتعة العدسات فتقريبا كل الكاميرات الجيدة نجدها بفتحة عدسة اف على 2.0 او اقل فكما تعلمون كلما نقص رقم فتحة العدسة كلما كانت افضل اما بالنسبة للكاميرات الرضيئة فممكن ان تجدها بعدد بيكسلات عالي لكن بحجم البيكسل الواحد يكون صغير جدا فلهذا انصح دائما باقتناء هاتف بفتحة عدسة جيدة ومستشعر كاميرا جيد للحصول على صور جيدة ورائعة تناسبه اضافة الى ذلك فالتصميم ايضا له دور كبير فانا دائما افضل التصميم البلاستيكي او الزجاجي لكن هذا الاخير يعتبر سهل انكسا ويجب ان تكون مكونات الهاتف موزعة بشكل جيد مثل ازرار ومستشعر البصمة والمكونات الاخرى الى غير ذلك ويجب ان يكون سمك الهاتف صغير بالاضافة الى الوزن فيجب ان يكون مناسب لراحة اليد اي اقل من 180 غرام ومن اهم الاشياء في الهاتف هي سعة البطارية فيجب التعرف على المواصفات التقنية وبعدها تتعرف على البطارية وتقارنها بهذه المواصفات وايضا حجم الشاشة له دور ايضا في البطارية فدائما انصح بالهواتف التي تحمل بطاريات كبيرة جدا لتوفر لك مدة استعمال طويلة وايضا للابتعاد عن الشحن الكثير للهاتف لان هذا يؤثر على مدخل الشاحن وبعد التعرف على كل ما ذكرناه في هذه الحلقة عليك مقارنته بسعر الهاتف الذي تريد اقتنائه فمن المفضل ان يكون السعر منخفض مع مواصفات جيدة جدا اتمنى ان يكون هذا الفيديو قد نال اعجابكم اذا اعجبكم لا تنسوا الدعمي بالاشتراك في قناتي ولا تنسوا مشاهدة فيديوهاتي الاخرى نلتقي في حلقة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا